ولفتح ملف عملية المخلب السيفة التي أطلقتها تركيا في إطار محاربتها للإرهاب ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب الصحفي التركي الأستاذ جلال دمير أهلاً ومرحباً بك أهلاً وسهلاً بكم ومشاهدين بعد مقتل وإصابة ثمانية مدنيين بالسدافة ميليشيا تابعة لحزب عمال كردستاني لقضاء قارقمش اليوم وبعدها ولاية كيلس هل لازالت لدى الغرب وأمريكا أي ذريعة للدفاع عن هذه الميليشيات المصنفة إرهابياً؟ بصراحة لم يكن لهم أبداً حتى سابقاً لهم حجة القضاء على الإرهاب هم أصلاً عندهم مصالح شخصية الغرب أو الأمريكا عندها مصالح شخصية مصالح حكومية دولية هي تتحرك وفق هذه المصالح ولذلك لا تبحث لا الغرب ولا أمريكا عن حجة لأن يدعم الإرهاب هذا ما حصل في العراق هذا ما حصل في أفغانستان وهذا ما حصل في سوريا في كل دول الشرق الأوسط هم ما احتاجوا إلى أي حجة وإلى أي دليل بل فقط مصالحهم الشخصية الدولية هو الذي يأخذهم إلى الدعم للإرهاب بصراحة عملية المخلب السيف التي بدأت جوية هل من الممكن أن تتحول إلى عملية برية؟ تركيا أصبحت دولة قوية عسكرياً وحتى سياسياً بصراحة فلذلك تركيا دائماً هناك قول للسيد رجب طيب أردوغان أنه أي وقت أي لحظة نستطيع يمكن أن ننطلق فلذلك وفق التصريحات التي اليوم أصرحته السيد رجب طيب أردوغان أو السليمان الصويلي اليوم كان في مدينة قرقاميش في غازي عنتاب أيضاً كان له تصريحات حول العملية برية بشكل عام وحتى وزير الدفاع أيضاً اليوم مساء كان لديه تصريحات حول العملية برية وفق الإحتياج أو حينما الجيش التركي أصبح جاهز وأحتاج الأمر إلى عملية برية فتركيا ستكون جاهزة لأن تنفذ عملية برية وتركيا قادرة أيضاً على أن تنفذ العملية البرية ما الأهداف التي وضعت لعملية المخلب السيف والتي بدأت بشكل محدود مع إمكانية أن تكون أوسع الآن؟ تركيا ليست دولة تهجم أو تظلم أو بل تركيا تهتم بسيادتها الإقليمي وسيادتها في تركيا أو أمن مجتمعها فلذلك تركيا من البداية كل العمليات التي نفذتها الجيش التركي أو الحكومة التركية هي كلها لأمن تركيا أصلاً لأمن المجتمع القومي فالإرهاب دائماً هو تهديد للمجتمعات للدولة التركية وبصراحة يمكننا أن نقول أن الأمن أصبح أمن البلد لا تكون آمناً بشكل عام بل أمن البلد تكون معتمدة على أمن المنطقة أمن الإقليمية يعني في الفترة التكنولوجية يعني تقصد أن أمن البلد بشكل مستقل لا يكون بمخرج عن باقي المنطقة كلها؟ بالضبط يعني إذا يكون هناك مشكلة إذا العراق تكون دولة غير آمنة فهذا يؤثر على تركيا إذا تركيا تكون دولة غير آمنة تكون تؤثر على العراق إذا سوريا بلد غير آمنة فهذا تؤثر على تركيا إذا تركيا تكون بلد غير آمن يكون فيها إرهاب تكون تؤثر على سوريا أيضاً فلذلك تركيا لها يحق لها أن تأخذ تدابيرها لأمن المنطقة لأمن دولتها وشعبها كيف تصف الظروف التي سمحت وتوفرت لهذه الميليشيات لتستوطن في مقرات تحفر أنفاق تقيم معسكرات سواء شمال العراق أو سوريا؟ يعني طبعاً الميليشيات واضح لهم دعم قوي من أمريكا وهذا واضح وكلنا نعرف أنهم مدعومين ولهم دعم من أمريكا حتى من نظام السوري نفسها وتركيا نحن كمجتمع تركي وحتى كسياسة تركيا على اطلاع لهذا الموضوع ولذلك السياسة التركية دائماً تمشي بين أحياناً تكون اقتراب بين تركيا وأمريكا وأحياناً يكون ابتعاد اقتراب إلى روسيا لأجل هذا النقطة فتركيا كسياسياً على اطلاع أن الميليشيات الإرهابية مدعومة من قبل أمريكا وهذا واضح وحتى اليوم عصراً تحدث بهذه النقطة السيد وزير الداخلية سليمان سويلو أنه نحن نعرف أن هذه الإرهاب ليست قادرة على أصلاً أن تنفذ هكذا أن تضرب المدن التركية يعني بعيداً عن المدن غير التركية المدن التركية بدأ يضربهم فنحن على اطلاع وإدراك أن الإرهاب البيادي ليست قادرة على أن تضرب تركيا مدن تركيا بالضبط دعمهم الأساسي ومخارجي ونحن نعرف ذلك وإذا أتى الوقت سوف نرد بأفضل بأكبر الرد هل هناك تفاهمات إقليمية ودولية للعملية العسكرية التي بدأتها تركيا وتريد أن تتوسع فيها يعني تصريحات السيد أردوغان واضح بشكل ودائماً يكررها أنه نحن لسنا محتاجين إلى أن نخص إذن من أحد أي عملية جميع العمليات التي نفذتها تركيا في العراق أو في شمال سوريا لم يكن أي عملية بإذن أو بالتعامل مع لا أمريكا ولا روسيا ولكن تركيا استراتيجياً سياسة الحكومة التركية أو سياسة أردوغان قبل تنفيذ العملية تعطي خبر أنه أنا بدأت بالعملية كذا وليس أن تأخذ إذن أنه سوف أبدأ بعملية كذا فأريد الموافقة فتركيا لا تأخذ الموافقة ويجب أن لا تأخذ لأن تركيا أصبح لديها قوة عسكرية واستخبارات قوية من نفسها وليست سابقاً كنا كل استخباراتنا كانت تأتي من الأمريكا فكنا الاستخبارات كانت من هنا والسلاح كانت من الخارج فلذلك تركيا كانت مضطرة أن تتعامل أن تعطي خبر أن يكون متعاون مع الغرب مع أمريكا لحتى تستطيع أن تنفذ أي عملية لأن الاستخبارات كلها تأتي من عندهم ولكن الآن اختلف الوضع تماماً الآن الاستخبارات التركية قادرة قادرة على أن تأخذ جميعاً أو تجهز البنية التحتية لتحضير عملية قادرة على ستكافة الاحتياجات قادرة على ستكافة الاحتياجات فلذلك تركيا لا تأخذ أي دستور أو إذن من أي دولة بذكر الإرهاب الذي ضرب المدن التركية منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض عندما سئل عن العملية الإرهابية التي وقعت في شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول التركية نفى معرفته بأي التفاصيل لكن نجد هنا نكران أمريكي للعملية وبعد ذلك التعزية من قبل السفير الأمريكي ورفض من قبل وزير الداخلية التركي سليمان صويلو عفوا إلى هذه التعزية لماذا؟ لأنه سليمان صولي يعرف أن الداعم الأساسي للإرهاب للحزب البككي والبيدي الإرهابي الداعم الأساسي العقل الأساسي هو أمريكا فمن الطبيعي وسليمان صولي على اطلاع حتى اليوم قبل قليل ذكرنا أنه كان له تصريح أنه نحن نعرف من وراء هذه العملية هذه الهجمات فلذلك من الطبيعي وحتى يعني كان هناك في الكواليس الإعلام التركي أنه وزير الداخلية سليمان صولي هل من عنده يعني هذا من إرادته من عنده هل يتصرف من نفسي هل يتصرف من نفسي أم هو تصرف حكومي سياسي فهو قال أنه هذه تصرف من عندي ولكن بنفس الوقت هو تصرف حكومتي أيضا بالضبط يعني هو تصرف ممكن أنه شخصي ولكن تصرف حكومي أيضا نفس الاتجاه لو كان غير نفس الاتجاه لكان هناك تصاريح أو أردوغان كان لين في هذا الموقع بصراحة تركيا تعرف أنها الدعم الأساسي لهذه العمليات حتى شارع استقلال حتى بكليس مع بريكليس حتى اليوم قرقاميش قبل قليل ذكرنا أن البيكيكي والبيدي الإرهابي ليست قادرة على أن تنفذ هكذا عمليات إلا أن تكون لها دعم غربي هل تقصد أنها ليست قادرة إلا بوجود من يخطط ويدعم ماتيا وبالسلاح لوجستيا وماديا لوجستيا وماديا واستخباراتيا أيضا يعني اليوم حتى تنفذ هكذا شيء أنت تحتاج إلى يعني أن يكون عندك جهة استخداراتية يعني ما الذي ستستفيده الولايات المتحدة من يعني فعل هكذا أفعال داخل المدن التركية أقصى الشمال التركي مثلا إسطنبول أنا ممكن هذه العنوان يكون عنوان واحد ويمكن يستغرق ساعات حتى نتحدث عن هدفها الأساسي ببصد لكن الأمريكا هي أن تمزق الدول الشرق الأوسط أو أن تضعف قوة الشرق الأوسط هي من البداية ليس فقط في تركيا يعني عملت نفس الشيء في العراق تعمل الآن في سوريا تعمل في أفغانستان تعمل حتى في السعودية حتى في معظم الدول الشرق الأوسط دول الإسلامية تعمل ذلك يعني العقل اليهودي العقل الغربي الأمريكي على أن تضعف وتشتت القوى المسلمة وخصوصا القوى في شرق الأوسط كلما ضعوفت الدول تكون محتاجة لأمريكا وتركيا تريد أن تكون تركيا دولة ضعيفة لا مريضة دائما تكون محتاجة لأمريكا من ناحية السياسية من ناحية الاقتصادية من ناحية العسكرية تأخذ منها السلاح تستشيرها تأخذ منها الإزن حينما بدأت بعملية أو شيء وتركيا حاليا لا تعمل ولا أي شيء لا تطلب من أمريكا دعمها الإخدسادي ولا دعمها اللوجيستي ولا دعمها من أي ناحية فمن الطبيعي أن تطلب أمريكا ضعف تشتت تركيا بالعودة إلى عملية المخلب السيف هذه العملية التي بدأتها تركيا هل تندرج ضمن نطاق الدفاع عن النفس الشرعي أم أنها من أجل حفظ السيادة أو حفظ الحدود؟ يعني هو من ناحية دفاع عن النفس ورد اعتبار بصراحة الدفاع عن النفس لأن تركيا أصبحت تضر والبارحة رأينا في كليس واليوم رأينا في قرقبيل تقصد أن البككا أصبح وجودها يضر تركيا؟ من البداية يضر تركيا أنا شخص كردي متضرر من حزب البككيكي من حزب يعني تضر منها الأكراد في تركيا أيضا وليس فقط تركيا كمجتمع تركي يعني معظم الأكراد الموجودين ليسوا على فكر الرأي البككيكي هم أيضا يضرون من بككيكي فذلك هو تهديد للأمن القومي التركي وأصلا هم تهديد للأمن القومي المنطقي وليس فقط لتركيا أنا لا أظن أنه سيكون لهم فائدة مثلا في سوريا أو في العراق يعني بنفس الوقت تهديد للمنطقة كلها اليوم في سوريا ستقسم تركيا سوريا ستقسم العراق ستقسم تركيا لماذا؟ لأنهم يريدون دولة كردستانية دولة كردستانية في تركيا في سوريا في العراق في كذا فهذا تأتي بمعنى أن الحزب الأعمال الكردستاني تريد أن تقسم البلاد الضربات الجوية الأحد أوقعت إصابات بعدد من الجنود التابعين لنظام بشار الأسد كانوا متواجدين في معسكرات ميليشيا البككاء الإرهابية هل هناك من علاقة ما بين النظام السوري وتلك الميليشيات؟ العلاقة واضحة كان من البداية موجود أصلا ولكن كان علاقة خفية كان علاقة تحت رعاة أو حماية أمريكا بصراحة فحينما تسمح أو تخطط أمريكا كانت يكون اتفاقية خصوصا في الفترة الأخيرة ازدادت هذه النقطة فبعض العمليات أو بعض المناطق التي تحت سيطرة الحزب العمال الكردستاني الإرهابي حينما ترى أن ضعف قوتها دائما يكون لها تواصل يتفق يضعون علم النظام السوري فلذلك من البداية حتى الآن لديهم حتى العمليات لماذا مثلا النظام السوري لا يقصف المناطق الأكراد أو روسيا لم تقصف وما قصفت دائما المناطق أدلب وحلب والمناطق المحرورة التي نقول الأخرى تقصف لأنه عندهم اتفاقية ولا يتم القصف على هؤلاء المناطق فهذا الدليل على أنه لديهم اتفاقية أساسية الكاتب الصحفية التركي جلال أدمير كنت معنا في استوديو رافدين في بانوراما رافدين عفوا شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في استوديو